صباح الخير عليكم مشاهدين العزاء ومستمعين الأفاضل الآن أرحب على الهاتف بسعادة العميد العقيد عماد الدين هاشم من إدارة العمليات المرورية ولاية الخرطوم سعادتك صباح الخير صباح الخير بحييك وحيي عبرك شركاء الطريق ونطلل ونسلم على المضعوط رحمة للعالمين سيدنا محمد عليك أفضل الطلوات وأتم التسليم الليلة دي دينا ترجم على الطباح الحمد لله كيف أحوالي الحمد لله كيف أنت قويس والله نحمل الله كثيرا الحمد لله الليلة طبعا السبب الدار من الناس في عطلة لكن كثير من الشركات بتشتغل يوم السبب صح وصباحيا نحن بشغل حركة عادية الحمد لله الليلة في كل ولاية الخرطوم الحمد لله مداخلها ومقارجها حركة عادية وانتيابها عالية جدا الحمد لله أيوة يعني كلها في مدخل كباري وفي مقارجها الحمد لله والناس ملاحظين أنه الشارع الفرية الحمد لله الناس ادعودت بها اتجاهين اتجاهين من الجنوب للشمال ومن الجمال للجنوب الناس ذاتها الحمد لله بها تقيف ووقوف صحيح ما في وقوف خاطئ إلا بعض الناس يعني ما كل الناس والحمد لله عندنا وناش ومواتر ودوريات لا بفعل مدار الأربعة وشرين ساعة الناس لاحظوا أنه شارع الحرية بيقى ما كان ذاته الناس والخطيقين أنه في شارع جنب المحلات التجارية أيوة المساحة رية الكبيرة يعني نعم ناس المحلات التجارية زادوا شعروا بأنه بيقى عندهم بديل للجنوب الخرطوم بيقى الناس بيتجي بيجاي نحن حنمشي تاني جنوب الكبرى الحرية محل القزاز والمنطقة الصناعية ده برضو إن شاء الله الناس حتجي تشتغل فيه أطلعين اتجاهين لكن الناس بتعدوا على الطريق يعني يعني يتغوف الناس يعني ما ممكن بيجاي يكون شمالاً تالك وجنوباً يكون الحركة ما تالك لذلك هيكون لدينا شغل كبير جداً من جنوب كبرى الحرية حتى الكبرى الصهير آآ لإمدادها غصب بيه إن شاء الله إن شاء الله نتمنى الناس اللي يسمعونه خاصةً في الناس ما يقيفوا داخل الطريق آآ خاصةً في محل الزجاج يعني نحن شايف الواحد تلقى شغال بيغير بالزجاج داخل نهر الطريق وما عنده أي شغلة بل حركة تقيف ولا تلقى ودي مشكلة كبيرة جداً صح لذلك نتمنى الناس طراعي حق الطريق يعني الطريق حق للجميع وليس ملكي لشخص معين نعم يعني أسعى واحد يجي ماشي به شارع فرع دارخش شارع الرئيسي يكون الزول في الشارع الرئيسي ذات سرعة ويقول له شارع ده حقي يعني أنا ما عارب الشارع مشتريه ولا حقه كيف وفي ملاحظة يساعدتك الشارع بتاع الشنقيطي في شوارع فرعية يعني بعد كل تتقانى في شوارع اتجاه شمال ويمين برضو في تخطي وفي عظم نظام يعني لو بي قد في فواصل ولا أي يكون أحسن يعني أي تنظيم جزيرة الوسطية تمنع التخطي الخاطئ يعني نعم وإن شاء الله نتكرر نحن الراجع معون هناك ونعزل بنية التعفية في الفواصل يعني جزيرة الوسطية هي مهمة جدا في الطريق يعني ما في جزيرة وفواصلية تلقى الواحد بيتخطى وبيجي بمسار الثاني المعاقض وبيحط الحادث وحادث بتكون آثار كبيرة جدا الصح مع التخطي لذلك نحن بنقول لكل شركاء الطريق التخطي والسرعة الزائدة هي سبب رئيسي لأسباب الحواتف صحيح لذلك والسرعة الناس يتغيط بالسرعة الغانونية هي خمسين كيلو متر في الساعة وفي طرق المرور السريح هي تدعين كيلو متر في الساعة لأن احنا بنقى عربات بتتعطل في الطريق الواحد تلقى خطى له حجار وبعد ده صلى عربته وخلى الحجار في الطريق بعد ده واحد يجي زول ما عنده زم يحصل لها عزيز وبتنقلب عربته أنا اتمنى الناس ما تخط الحجارة على الطريق فيه مثلث الناس تستعملوا وفيه العاكس بالنسبة للعربات الكبيرة فيه عاكس لازم في خلف المركبة ويكون في مكان ظاهر ده كله عشان في الليل الناس تجوف المركبة الأمامه الحمد لله الليل فيه سيابير في حركة السير وما فيه أي قبل لأي طريق أو مخرج أو مدخل من مداخل الكباري الحمد لله أنا بسمين دوركم الكبير في السلامة المرورية والسلامة المرورية هي مزهولية الجميع انشاء إن شاء الله شكرا جديلا ساعدتك على هذه الإشارات الضوئية للمرور ازعي صباحك بكل خير ترجمة نانسي قنقر